اشتركوا في القناة القمر اليوم موجود في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة لغاية الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صواح يوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشوالة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر اليوم رح يتنقل ما بين برج العقرب وفي ساعات المساء رح ينتقل لبرج القوس في خلو مسار طبعا رح نحكي عنه بالتفصيل لما نذكر الزوايا الفلكية طبعا بالنسبة لتأثيرات القمر بما أنه موجود في العقرب ولساعات المساء معناته أغلب اليوم رح نكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط ووسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة في المغامرات واتخاذ قرارات حاسمة أو شراء بيت طبعا بما أنه اليوم في عنا زوايا فلكية كثيرة قبل وما بعد خلو المسر أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة التسعة وثلاث وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليف أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين المريخ ورح تكون في تمام الساعة 10 و15 دقيقة صباحا بيخلق هذا الاتصال شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة و40 دقيقة صباحا أو نقدر نحكي ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة 4 و26 دقيقة بعد العصر أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حسب أما بالنسبة لآخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس ورح تكون في تمام الساعة 4 و29 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بما أنه القمر والشمس في حال أنه القمر قاعد يعني بصير محدب فهي فترة جيدة لأمور إلها علاقة بقص الشعر أو الأمور التجميلية ولكن أنه ما بنصح في هذا اليوم إجراء عمليات تجميلية لأنه الزهرة اليوم منتحس بسبب الزاوية برضو زاوية التربيع اللي بشكلها ولكن القمر يعني بيعطي دافع لقص الشعر قص الأظافر الصبغة الصباغ تطريف الشعر الأشياء هاي كلها ممتازة جدا طبعا بعد الزاوية هاي الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة بعد العصر بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وسبع دقائق مساء يعني الفترة اللي ما بين الرابعة والنصف لغاية تسعة وسبع دقائق مساء هاي فترة خلو المسار وهاي بتعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو إشراء جراء شيء شراء أنا خربطت الدنيا أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة تسعة وسبع دقائق مساء أنا القمر بنتقل وبصير موجود بالقوس عشان هيك تبدأ يعني تأثيرات القوس تأثر علينا قبل بوقت من انتهاء خلو المسار لغاية انتهاء خلو المسار بنشعر بالبهجة ومنجد أنه الناس أكثر مرحن ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواية ما وبرضو ممكن تجربة الحظ في بعض المسائل ولكن ما بنصح لأن القمر شوي فيه منحوس اليوم فممكن ما يحالف الحظ الكثير من الأشخاص إلا إذا كان في الخارطة الفلكية عندهم القمر بشكل زاوية مع قمر اليوم زوايا إيجابية طبعا ممكن التخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد برضو جيدة للامتحانات والسفريات والتنقلات طبعا بالنسبة لزاوية ما بعد انتهاء خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون فيه تمام ساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بما أن القمر رح يكون موجود بده ينتقل للقاوس معناة خلو المسار القادم للقمر بيكون يوم الأربعة وواحد وعشرين سبعة بيبدأ فيه تمام الساعة عشر وخمس وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عشر أيام في تمام الساعة عشر واربع دقائق صباحا بيصبح احد عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في العقرب بدي ينتقل للقوس في ساعة المساء طبعا رح يستمر في القوس لغاية يوم واحد وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية هذا اليوم عطارد في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسع وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسطاش في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسطاش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشر منتحس بنسبة أربعين في المية ورى نصف الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسطاش في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اثناش منتحس بنسبة خمسطاش في المية وبلوتوف الجذي بيتراجع حتى يوم ست عشر منتحس بنسبة خمسطاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ممكن اليوم يتغير الوضع لصالحك أكثر مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء القمر ما زال موجود في البيت الثامن لإلك فممكن أنه اليوم شوي هيك ما تتقبل أراء الآخرين حاول أنك تتقبلها بصدر رحب بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو بملف لغاية ساعة المساء من ساعة المساء طبعا الأمور تتغير لأن القمر رح يصير في برج حليف لإلك فتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو جيدة هذه الفترة للامتحانات والمناقشات والأمور اللي إلها علاقة بالأمور التجارية برج الثور بيحمل هذا اليوم يعني فترة من التوتر لأن القمر ما زال موجود مقابلك في ساعة المساء رح يتحرك للبيت الثامن عشان هيك تعتبر هاي من الفترات الضاغطة حاذر من الأقصام أو من الخصام حاول إنك ما تعادي أحد تجنب الخلافات كليا خاصمك بهاي الفترة بكون قوي وطباعك مش هادئة في ساعة المساء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وحاول إنك ما تلتهي بالأمور الثانوية مرج الجوزاء ابترتاح اليوم لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال عندك أو الالتزامات حاول إنك تراعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك ولكن القمر الآن في مراحل المقابلة يعني هو في البيت السادس في ساعة المساء بده ينتقل يصير مقابلك تماما في بيتك السابع فممكن ترغبوا في تعزيز شراكاتكم أو الاهتمام بطلبات الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفة ولكن حاول إنك تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وحاول إنك ما تضخم الأمور برج السرطان فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز حاول إنك اليوم تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف الحب الغرام الأمور التجميلية تعتبر فترة نشطة وجميلة جدا طيل من الآن لغاية ساعات العصر تقريبا حاول إنك تستغلها لأنه من ساعات المساء يبلش القمر ينتقل ويصير في بيتك السادس ما بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم أكثر من المعتاد ممكن يتراكم في هاي المرحلة العمل أكثر من المعتاد وتوجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الأسد حاولونكم ما تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقراركم القمر صحيح في منزلة أو في بيت بشكل تربيع مع برجكم بيركز على أمور العائلة والبيت والمسائل العائلية والمصاريف والمشتريات أو تصليحات ترتيبات وبيركز على الأمور الشخصية ممكن اليوم تبدو قلق وتتدمر لأقل إشارة في ساعات المساء الأجواء رح تتغير بشكل إيجابي بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وممكن تحملك بعض الإنفراجات والتطمينات والرومانسيات برج العذراء اليوم رح تقوم ببعض المفاوضات اللي رح تكون مفيدة حاول أنك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة بتتميز اليوم بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول أهم شيء أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك من الإصابات وبرضو في نفس اللحظة دير بالك من العصبية في ساعة المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبصير الاهتمام عائلي بالكامل وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي شوي يسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر حاول أنك تمسك عصابك بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك أهم شيء أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالتنقلات والاتصالات ولكن بدك تكونوا أكثر وعي على الطرقات وفي نفس اللحظة تحاول أنك تتفقد سيارتك من بعض الأعطال من بعض الأشياء اللي ممكن أنها شوي تسبب لك أعطال في أجهزتك الإلكترونية تليفون، كمبيوتر أو سيارة برج العقرب بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر عندك اللقاءات اليوم بشكل جيد ممكن اليوم تهتم ببعض الأمور اللي يعني شوي تدخل عليك شوي العلاقة بالسرور هيك الفرح ممكن يكون في لقاء مفاجئ ممكن تفرح لحدث كبير يعني تعتبر هاي فترة جيدة بالنسبة لإلك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنهمكوا في أمور العلاقة بضبط الميزانية ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة والضياع برج القوس ابتعدوا عن المغامرات والرهان على الحظ لأنه اليوم القمر زي ما حكينا منتحس وممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية لأنه برضو القمر موجود في بيت متعبك أهم إشي إنك ما تجازف بسلامتك هاي فترة فارغة من الحظ طيلة النهار بتشعروا بنوع من أنواع التعب أو التراجع بالصحة بزول كل هذا مع اقتراب ساعات المساء في ساعات المساء بتمتلقوا بين النشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لشكل بناسب وضعك بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك أحاول أنك تصبر لغاية ساعات المساء برج الجدي طبعا أنت الآن في فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية والأمور الاجتماعية فحاول أنك تقتنس الوقت لإعلان رأيك والحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تنقلب رح تصير فيها نوع من أنواع السلبية لأن القمر رح يصير في القوس اللي هو بيت متعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر هاي الفترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهمش أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بالمسؤوليات وهذا الأمر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو يلاقي بعض الأصدقاء أو يكون في دعوة لحضور حفلة مثلا أو جمعة أو لقاء مفاجئ برج الحوت بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه هاي الفترة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار تعتبر هاي من أجمل أيام الشهر بالنسبة لإلك بتكون الفترة فيها دينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاقة بورشة جديدة طبعا هذا الأجواء أو هاي الحماسة أو هذه الأجواء السعيدة بتظل مستمر معك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء مع بداية خلو المسار بتبلش شوي تشعر بنوع من أنواع الضغط فحاولوا أنكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيحاولوا ينجزوا بعض الأعمال أو يتقربوا من مسؤولين اتجنبوا الخلافات وحاولوا أنكوا تسعوا لتلطيف الأجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر